الفنانة أميمة جواد الشكرجي نزلت على حسابها على انستجرام فيديو أثناء تصوير كوالسها وهي مصدومة في موت ضياء وطلعت تجري علي زي المجنونة وتقول سيبوني حايز أشوفه وزاعتها الشرطة استغربت وقالت فيه ايه بالظبط مالها ومال ضياء سالم حاول ان هو يدري عليها وقال يعني ان هي زعلانة أوي على حياة لانها صديقتها وطبعا كانت كتبة الفنانة أميمة على انستجرام ان هي ما كانت زعلانة على موت ضياء أكتر من زعلها من الخزلان اللي تعرضت لي لانه خزالها واحتال عليها وسرقها وزاعتها كانت منهارة بالشكل ده وصابرين كانت بتحاول ان هي تهديها والمشهد كان قوي جدا وكلنا حبيناه والحد دلوقتي لسه بتمر بأزمة نفسية بعد موت ضياء وبعد ما خزالها وسرق الشنطة واجهت سالم وقالت له ان هي دخلت ضياء لحد البيت وان هي كانت بتحبه وساعتها كان مصر سالم على ان هو عايز الشنطة بتاعته وقال لي صابرين رجعيلي شنطتي ومعانا صور لأميمة وهي صغيرة مع أبوها واجه جديد تميزت أول تمثيلها في مسلسل خان الدهب وقدمت الدور حلو جدا عندها 28 سنة عصلت على تصميم سينمائي في جامعة عمان ودرست فاشون ديزاين في معهد بيكاسو وكمان بتتقن لغة ألمانية ولغة إنجليزية أطلت علينا من خلال المسلسل على قناة ام بي سي والمسلسل كان في رواد الفن العراقي وكمان ممثلين شباب ووجوه جديدة والعمل كان من تأليف مع ما تحنش وإخراج بها أخدك وقالت إن هي بتحب الرسم جدا وإن أخوها علي أصغر منها كان ليه تجاره في التمثيل وإن باباها ساعدها كتير وإداها دفعة إيجابية علشان خاطر تدخل على مجال التمثيل وإن هي مستمرة في المجال ده لأنها حبته جدا وردود أفعال الجمهور كمان خلتها تكون مبسوطة بتقديم الأدوار ونفسها كمان يجمعها عمل مع أبوها لأنها دايما وهي صغيرة كانت بتشوفه قدامها وأطلت علينا في دور بيداء في المسلسل وطبعا الجمهور أشاد بدورها وقد إيه إن هي مقنعة جدا في تمثيلها ولها مستقبل الفيديو بيخلص وفي تعرفنا أكتر على الفنانة أميمة واللي بتقدم دور بيداء في مسلسل خان الزهب ومنتمنى لها مستقبل باهر في مجال التمثيل ومستنين نشوفها في أعمال كتير جاية وتعرفنا كمان على باباها وشفنا لها صور وهي صغيرة وشفنا كواليس بتاعتها لما نهارت على وفاة ضياء الفيديو بيخلص وربي كنا لإعجابك وأشوفك على خير في فيديو تاني ونتكلم عن شخصية جديدة بتظهر وبتمثل لأول مرة أتمنى الفيديو كنا لإعجابك وأشوفك على خير وأحبكم كل شي هوية باي باي